تتعدد أوجه الأزمة التي تعيشها فينزولا فلا يواجه البلد الذي يعد واحدا من أكبر احتياطيات النفط في العالم أزمات سياسية واقتصادية وأمنية فقط بل كارثة إنسانية تهدد حياة السكان ومن ذلك نقص الأغذية والأدوية وفي الوقت الذي يسعى رئيس البرلمان الذي نصب نفسه رئيسا بالوكال أخوان جوايدو لإدخال مساعدات عبر الحدود البرية مع الجارتين كولومبيا والبرازيل أرسلتها الولايات المتحدة للشعب الفنزولي عادة ما توصف بالإنسانية تنقسم الآراء إزاء هذه الخطوة وأبعادها جوايدو وصل بالفعل إلى مدينة كاكوتا الكولومبيا لحضور حفل خيرين يهدف لإدخال هذه المساعدات وزعم أن الجيش ساعده على الإفلات من حظر السفر الذي فرضه عليها الرئيس نيكولاس مادورو لكن ملامح الأزمة الإنسانية واضحة لأي متابع لما يجري في فنزولا وهو ما تؤكده الإحصاءات والأرقام التي تظهر حجم الكارثة ومنها تقرير أصدرته المنظمة الدولية للزراعة والغذاء والذي أكد معاناة 30% من سكان فنزولا من الجوع وهو خطر أيضا يهدد 6 ملايين أسرة فنزولية ويرجع عدد من التقارير المتخصصة أسباب هذه الأزمات إلى سياسات الحكومة الاقتصادية والحصار على فنزولا إضافة إلى سيطرة ما في الغذاء والدواء على ما تبقى من مواد غذائية أو ما يصل من مساعدات خارجية الأمر الذي دفع ثلاثة ملايين فنزولي إلى الفرار خارج البلاد يأتي ذلك بينما تحملت البرازيل جزءا كبير من اللاجئين رغم التجديدات الأمنية على الحدود الأمر ذاته يحدث في كولومبيا التي شهدت حدودها اشتباكات بين القوات الفنزولية وأنصار غوايدو الذين يرمون إدخال مساعدات من كولومبيا مساعدات يرى هاما دورو أنها حج للتدخل في بلاده ودعم الإطاحة به رغم أنه استقبل مساعدات مماثلة من روسيا في وقت سابق بالمقابل تنفي المعارضة بزعمة غوايدو أن تكون المساعدات ورقة سياسية مؤكدة أنها حاجة ملحة لإنقاذ الفنزوليين من مجاعة تفتك بهم وبين هذا وذاك يقف الشعب الفنزولي منتظرا أن تصفر الأزمة عن حلول عاجلة تسهم في استقرار البلد الذي لم يجد من ثرواته النفطية سوى الوبال ترجمة نانسي قنقر